حلقة جديدة من برنامج شباب وأحزاب عبر شاشة التلفزيون الأردني نستضيف فيها وضيفنا اليوم هو حزب نماء وأمين عام هذا الحزب الدكتورة محمد الرواشدة وأيضا أعضاء من الحزب الدكتورة جمان الدهامشة وأيضا أخونا سند المجلي ومعنا شباب وصبايا نرحل فيهم بالستوديو من الجامعة الهاشمية وجامعة جرش كنوا معنا في هذه الحلقة لنطلع على برنامج هذا الحزب لنطلع على تطلعات هذا الحزب ولنبدأ البرنامج في تقرير على الفيديو الأعدته الزميلة حلى أبو تاية إلى هناك ونعود مع حزب نماء ترجمة نانسي قنقر من جديد أهلا وسهلا بكم أحبانا ومشاهدين ومتابعين في شباب وأحزاب نستضيف في هذه الحلقة حزب نماء أمين عام هذا الحزب دكتور محمد الرواشدة شرفنا فيك وأيضا مساعد الأمين العام لشؤون المرأة دكتورة جمان الدهامشة شرفنا فيك أهلا وسهلا فيك ويا حي الله دكتور يعني بداية نبلش معك بنماء لماذا أتى هذا الحزب يعني يمكن بخطر في بالنا هذا السؤال ليش أنشأت هذا الحزب بداية هذا الحزب كيف كانت ولماذا كنت أمينا عاما لهذا الحزب بداية أشكر التلفزيون الأردني وأشكر طلبة جامعة الهاشمية أرحب بهم جميعا اسمح لي بداية قبل أن نتحدث عن نماء كيف جاء نماء وكيف جاءت الفكرة بس أعطي مقدمة بسيطة كثير اليوم كما نعلم الاقتصاد العالمي يتباطأ بشكل كبير جدا النمو الاقتصادي ينخفض بشكل كبير جدا هذا أثر على العالم بشكل كبير كورونا كان لها تأثير كبير على العالم بأكمل وبشكل سلبي وجاء بعد ذلك حرب الأوكرانية الروسية التي أثرت على التضخم العالمي وأثرت على أسعار النفط وأثرت على مجريات كثيرة في الاقتصاد العالمي كانت النتيجة التباطؤ الاقتصادي القاسي على العالم بأكمله ونحن جزء من هذه المنطقة وجزء من هذا العالم المنطقة العربية تأثرت بشكل كبير جدا والأردن الاقتصاد الأردني تراجع خلال الخمس سنوات الماضية تراجع قاسي جدا والدليل على ذلك أن النمو الاقتصادي اليوم حوالي 2% وهذا نمو متباطئ جدا لن يستطيع أن يخلق وظائف لن يستطيع أن يساعد الشباب لن يستطيع أن يقدم شيء ملموس على أرض الواقع لذلك هذا التراجع الكبير في الاقتصاد الوطني وهذه المؤشرات الاقتصادية المتراجعة والتي كانت نتيجتها ارتفاع حجم الدين بشكل كبير وصل اليوم 40 مليار دينار وهذه أرقام موزارة المالية الأردنية وهناك عجز في الموازنة العامة وهناك ارتفاع في معدلات البطالة 50% بين الشباب أقل من 29 عام حسب مؤشرات البنك الدولي وأيضا هناك ارتفاع في معدلات الفقر وهناك طباطق قاسي داخل الاقتصاد بأكمله ونسميه باللغة الاقتصادية العالمية السوق الدبي بيرش ماركت هذا الدب رأسه نازل لتحت ويمشي ببطء شديد جدا وهذا هو الاقتصاد اليوم بهذه الطريقة لذلك هذا التراجع الكبير داخل الاقتصاد وهذا الوضع الاقتصادي المتباطئ اليوم فكرنا كيف نبني برنامج اقتصادي جديد ونساعد الدولة ونلفت الانتباه إلى مؤشرات اقتصادية مهمة ونأتي بأفكار جديدة لذلك جاء نماء نماء هو حزب سياسي ذو رؤية اقتصادية عميقة وهو من الأحزاب التي تركز على الاقتصاد اليوم لذلك معظم الموجودين في الحزب شباب سياسيين واقتصاديين جميل وبالتالي بدأنا بنماء برؤية اقتصادية جديدة وهذه الرؤية الاقتصادية بحب أني أحكي لك في وقت لاحق ما هي أهم محاور هذا البرنامج الاقتصادي هناك برنامج اقتصادي قوي سنقدم أقوى برنامج اقتصادي كنماء وهذا البرنامج الاقتصادي سنتحدث به بكل المحاور والقطاعات التي تهم المواطن الأردني نعم جميل جدا دكتور محمد رواجد فتح لكم مجال كبير الآن للحديث والأسئلة وأعطاكم مجال لا تسألوا دكتورة جمان نعرف أن المرأة الأردنية دائما فاعلة بكل الأماكن دور المرأة الآن في حزب نماء كيف تشوفي الآن الصبايا شغالين المرأة بشكل عام كيف شغالين بالحزب شو عم بقدموا وشو عم بعطوا وأنت مساعد الأمين العام لشؤون المرأة يعني أنا من وجهة نظري أنا لما انتميت لنماء انتميت لنماء بناء على قناعة جميل نماء يتبنى برنامج اقتصادي كثير مهم لدينا منصات التدريب والتشغيل كمان كثير مهمة حلا البرنامج الاقتصادي من وجهة نظري هو أداة مهمة جدا لعلاج ضعف المشاركة السياسية للمرأة والشباب لكن مش بس هذا دور البرنامج الاقتصادي البرنامج الاقتصادي متشاعب في جميع مناحي الحياة نحن لدينا مشاكل وشفنا الأحداث الأخيرة التي صارت على حدودنا مع سوريا دخول المخدرات نصرف من موازنة الدولة مبالغ كثير كبيرة لمعالجة مشكلة المخدرات المفروض أن هذه المبالغ التي نصرفها على علاج المخدرات نصرفها على شيء له علاقة بتنمية الشباب ببناء قدراتهم مش نعالج حالة مرضية ودايما مطلوب من الشباب أنهم يكونوا جزء من الحل أن لا يكونوا جزء من المشكلة يعني إحنا نعول على الشباب كثير وإحنا نغضبط الشباب يعني جيلنا أنا واحدة من الناس الجيل اللي أغضبطكم على الفرصة اللي أتيحت لكم بهذا العمر هلأ أتيح لكم فرصة المشاركة في الأحزاب هذه الفرصة مهمة جدا وإحنا بعماركم كنا نتمنى نعيش العمل الحزبي بالجامعات بس هذا الشيء لم يكن متاح في ضمانة ملكية من جلالة سيدنا أنه الشباب لازم يشاركوا بالحياة الحزبية وصدر نظام التنظيم العمل الحزبي داخل الجامعات وهذا شيء مهم جدا إحنا بالنسبة إلنا كانت أمنية أنه نمارس العمل الحزبي إحنا عشنا بفترة يعني أنا من الناس اللي دخلت للجامع الأردنية بالثمانية وتسعين ودرست على حساب المكرم الملكية فكان من التابوهات أني أنا أتوجه لحزب أو أتعامل مع حدا حزبي وكثير ناس من جي اللي عاش هذه التجربة يمكن إحنا مش مشكلتنا الآن بالشباب مشكلتنا بأولياء الأمور اللي صار المخاوف عندهم هايجينات تنتقل للشباب علينا أنه نشتغل بكافة المسارات مع الشباب مع أولياء أمورهم حتى نحقق مشاركة فاعلة للمرأة والشباب داخل العمل الحزبي وهذا ما نفعله حقا في نماء سألتني عن مشاركة المرأة المرأة في نماء لها حضور مميز عندنا نائبتين لعطوفة الأمين العام نائب أول ونائب ثاني نعم دكتورة صفاء سمادي ودكتورة فاديا الإبراهيم هناك ثلاث مساعدات للأمين العام يعني يمكن أنا الوحد اللي فيهم من الثلاث مساعدات اللي كان دوري تقليدي جميل لأنه أنا شايلة ملف المرأة في زميلتنا لبنى الفقهاء ماسكة ملف الإعلام والإعلام بكل مستويات السياسية هو سلطة رابعة نعم ولبنى بالنسبة لنا في نماء هي عين نماء على كل الأحداث التي تصير تغطي فعاليات المرأة تغطي فعاليات الشباب وعندنا أيضا مساعدة الأمين العام للتربية وهذا ما لم تنفذه الحكومات المتتابعة يعني وزارة التربية أكثر كدرها من العاملين والعاملات لكن لم يحدث أن تكون هناك وزيرة التربية فأنا أعتقد في يوم ما إذا نجحنا كنماء واستطاع أطوفة الأمين العام أنه يوصل لهذه المرحلة ونتمنى أنه نصل لها بتشكيل الحكومة أعتقد أنه تكون أول إمرأة تستلم وزارة التربية والتعليم فهذا دور حيوي مهم جدا فالمرأة فينا ما حاضرة حاضرة كتمثيل وحاضرة في برنامجنا الاقتصادي لأنه عندما تحكي عن محلية التنمية تحكي عن الإنسان من هو الإنسان؟ المرأة والرجل جميل جدا يعني خلينا الدكتورة بعد إذنك الآن نطلع من الأمور النظرية ونروح للعمل ونروح لأسئلة الشباب ومشاركاتهم والصبايا اللي حابين يسألوا بدي أبلش هون صبايا الآن سؤالي بما أن الحزب ذات وجهه اقتصادي فأول سؤال أكيد رح يخطر على عقول الموجودين يعني ما هي الآثار المتوقعة للحزب على سوق العمل وشو الحلول اللي قدمها أو سيقدمها الحزب للحل من البطالة الموجودة في مجتمعنا جميل دخلنا على موضوع البطالة وهذا إش جميل؟ داخل صبيل عزاوية بداية سؤالي بيبلش بأن حزب نماء يعرف نفسه على أنه حزب اقتصادي وهذه الخصوصية جديدة على الساحة الأردنية كيف يتعامل حزب نماء مع باقي الملفات؟ السؤال الثاني أنه من هي القاعدة الشعبية التي يستهدفها حزب نماء؟ وماذا أعددتم من أجل استقطاب المرأة والشباب؟ خصوصا أنه إحنا داخلين على مرحلة نيابية جديدة فماذا أعددتم من أجل هذه المرحلة؟ جميل أسئلة قوية بلشنا فيها حلقتنا لليوم دكتور تفضل معك تسمحي لي شكرا لشاهد وشكرا لزميلتك بدي أوضح شغلة كثير مهمة ما هي أهم حاور البرنامج الاقتصادي في نماء؟ عشان إحنا نكون عارفين إيش اللي بنحكي فيه أول إشي نماء جاء بفكرة عالمية جديدة مش موجودة على الساحة الوطنية وهذا الحزب عنده برنامج وعنده فكرة وهذه الفكرة تنموية عالمية اليوم أنت بنأخذ محافظة من المحافظات بنبني مصنع فيها بنعرف إش هذا المصنع مين خدم القرى الموجودة بالمحافظات أنه أكثر هاي القرية استفادت أكثر ولا هاي القرية استفادت أكثر هذا بسمي التنمية المحلية local development بالاقتصاد هذا اليوم ما بيفيدنا إحنا اليوم بالأردن هذا من وجهة نظرنا ما بيفيدنا اليوم إحنا اليوم منفكر بطريقة أعمق وطريقة عالمية اليوم المحافظة نقسمها إلى قرى كل أربع قرى مثلاً محافظة فيها ميت قرية كل أربع قرى منسميهم زون أو مركز نقوم بالتنمية على مستوى المركز اللي فيه أربع قرى وليس على مستوى المحافظة وبالتالي بجوز نيجي على أربع قرى هذا مركز نقول قداش عدد العاطلين على العمل بهذا المركز شو المشاريع التي يحتاجها المركز شو التمويل اللي بيحتاجه هذا المركز اللي هم الأربع قرى وبالتالي نقوم بالتنمية على مستوى المركز أو الأربع قرى وبالتالي التنمية تنطلق من المحافظة إلى القرية وهذا اللي اليوم إحنا محتاجينه التنمية ليست في العاصمة فقط التنمية خارج العاصمة وهذه أول فكرة فينا ما الفكرة الثانية هذا التراجع الاقتصادي العميق اللي دخل فيه الاقتصاد الأردني منذ 2018 أو حتى قبل لكن من 2018 تعمق التراجع الاقتصادي بعد لما قربنا على كورونا النمو الاقتصادي كان قبل عشر سنوات اتناعشر سنة كان خمسة بالمية نزل بعدين أربعة بعدين ثلاثة بعدين اتنين هذا التراجع القاسي اليوم شو سببه كيف منقدر نحرك الاقتصاد نرجع نحفزه يطلع الاقتصاد فريدنا نعمل أسسنا في نماء شيء اسمه المجلس الاقتصادي هذا المجلس الاقتصادي أنا برأسه وعندي خبراء اقتصاديين عالميين ومحليين هذا المجلس الاقتصادي يدرس القطاعات الاقتصادية ويشرحها ويحللها ويقدم وثيقة بحلول كيف نحفز النمو الاقتصادي خلال المرحلة القادمة أما الأمر الثالث المهم فهو من خاصية المجلس الوطني في نماء المجلس الوطني يعني بمنصات التوظيف والتشغيل والتدريب والتأهيل قمنا بإعداد منصات للتوظيف والتشغيل والتدريب والتأهيل كل عضو في نماء يستطيع أن يقدم لهذه المنصة أنت اليوم تخصصك تاريخ حابب تشتغل بموضوع آخر بتقدم يتم تأهيلك بكواليفيكيشن جديدة لهذه المنصة أنت حابب تشتغل برة بتقدم لهذه المنصة مربوطة في الخليج وبرة هذا الجهد عظيم جدا قمنا فيه خلال الأربع شهور الماضية نعمل ليلة نهار لذلك المجلس الوطني في نماء يعمل ليلة نهار اليوم الدكتور فتح الصالح هو رجل عالمي مؤسس كان ببرايس ووترهاوس هو الذي يقوم على هذا العمل اليوم حزب نماء ليس شخص واحد نقول للأمين العام في مجموعة من القيادات في المجلس المركزي لدينا لواء متقعد من القوات المسلحة أيضا عنده خبرة كبيرة المجلس الوطني المجلس المكتب السياسي نماء اليوم يستهدف في سؤال الأخت العزيزة من يستهدف نماء يستهدف كل مواطن أردني نماء لأن الاقتصاد يمس كل بيت في الوطن كل بيت في الوطن عنده عاطل عن العمل كل بيت عنده اليوم معضلة وعنده مشكلة في الاقتصاد الوطني كل بيت عنده مصروف كيف بده يرتب بيته كيف بده يرتب مصروفه فهذا الموضوع بمس كل بيت وكل أسرة لذلك نماء دخل على كل الأسرة الأردنية ودخل على كل المحافظات الأردنية ونستهدف أبنائنا وإخواننا الشباب لذلك نماء كما تحدثت زميلتي اليوم عندنا 52% سيدات وبنات في نماء وعندنا 48% من الشباب في نماء جميل دكتور كمان كان في سؤال عن موضوع أن حزب نماء هو حزب يعنى بالاقتصاد شو وجهة نظركم من كافة الأمور الحياتية الاجتماعية بكافة تفاصيل العملية السياسية والحزبية في الأردن سيدي نماء اليوم الكور أو العمل الأساسي تبعه الرؤية الاقتصادية نحكينا أنه في تراجع في الاقتصاد نكون واضحين لكن نماء هو حزب شمولي وسياسي اجتماعي اقتصادي اليوم نرى على الساحة الوطنية اليوم والساحة السياسية جلالة سيدنا جلالة الملك يقود جهد كبير فيما يحدث في غزة ويحدث في المنطقة ودعائنا إلى الله العلي القدير إنه يحفظ أهل غزة وإنه ينصرهم وإنه يثبتهم نماء كان له وقفات تضامنية مهمة جدا مع أهلنا في غزة وقدم بيانات مهمة حتى على مستوى المؤسسات الدولية اليوم نحن لسنا في معزل عن ما يحدث في الساحة السياسية الأردنية وصوت جلالة الملك كان عالي جدا وصوت جلالة الملك كان عالي جدا واستطاعوا أن يغيروا من نظرة الإعلام الغربي تجاه غزة كان في مؤامرة دولية على غزة فيما يتعلق بالإعلام الغربي وجلالة سيدنا وجلالة الملك استطاعوا أن يساعدوا في تغرير الرأي العالمي اليوم النظرة السياسية هناك المكتب السياسي في نماء المكتب السياسي في نماء يقود خبراء سياسيين مهمين جدا يقدمون رؤية سياسية لما يحدث في المنطقة ويحدث في العالم وأما النواحل الاجتماعية كما تحدثت زميلتي هناك تحديات كبيرة أمام موضوع تمكين المرأة التمكين الاقتصادي للشباب اليوم لدينا ملف المخدرات لدينا ملف التوظيف لدينا ملفات مهمة جدا نماء هناك برنامج شمولي نقوم بإعداده اليوم سينتهي خلال فترة قريبة جدا وسننشره أمام المواطنين حتى يستطيع كل مواطن أن يميز فكر وتطور نماء خلال المرحلة القادمة جميل جدا نأخذ كمع مشاركات من الجانب الآخر من مع المايكروفون فضل للمشاركة أستاذ محمد إذا بتسمحنا نقدم لك سؤال حسنا أنت وضعت إيدك على الجرح اقتصاد أول إشي بداية إحنا بحاجة أنه نوقف تراجع النمو الاقتصادي مشان نبدأ بالإصلاح تمام لا تأخذني بالكلام حاليا هل الحزب حيزر على الأرض هل حينمي التجارة هل حينمي الصناعة هل حيروج للسياحة لأنه إحنا مثل ما بتعرف عنا بالأردن بالمملكة الأردنية الهاشمية ركاز الاقتصاد سياحة تجارة زراعة فإذا ما نميت مثلا على هذه الشغلات أنا بدي أسمع بدي أشوف يعني أنا ممكن باتفق معك بالهدف لأنه كلياتنا هدفنا ننمي اقتصاد نعمل نهضة اقتصادية فمن هذا المبدأ بدي أشوف شو البرنامج هل هو يلامس مثلا يعني بتوضيح لي أكثر جميل وشكري لك إذن بدك توضيح عن شمولية الحزب في صبيه هون بدي أخذها بعد إذنكم مرغولها المايكروفون إنه إحنا كطلاب أردنيين الآلاف بتخرج مننا كل سنة من الجامعات حزبك شو ممكن يأمن لنا وظائف لأنه بتخرج طلابه بشغف وأحلام آخر إشي بنصدمه بالواقع إنه بطالة جدا عميقة وتخصصات جدا جميلة شو فيه الحزب يقدر يوفر إلنا شغل بحب أوضح إشي مهم جدا إن نتفق عليه الحزب يقدم برنامج ولا يقدم مشاريع هذا كتير مهم الحزب هو يمثل مؤسسة وطنية سياسية لكنها ليست جهة تنفيذية عشان نكون واضحين الحكومة هي الجهة التنفيذية هي التي تنفذ نحن نقدم برنامج ونعد الناس ببرنامج قوي جدا هذا البرنامج نأمل أن نصل إلى البرلمان بقوة ويكون عندنا عدد مقاعد كبير في البرلمان ونؤثر من خلال البرلمان على الحكومة أن نفرض البرنامج هذا هو العمل الحزبي عشان نكون واضحين كلياتنا بالنسبة لموضوع اللي تفضلت في القطاعات اليوم الاقتصاد الأردني التراجع اللي صار فيه خلال العشر سنوات الماضية في النمو والارتفاع الكبير في المديونية والارتفاع الكبير في البطالة يحتاج إلى مطبخ اقتصادي عميق هذا المطبخ الاقتصادي اليوم أي واحد عنده مطبخ في البيت لكن في حد طبخ بعمل أكل زاكي كتير هذا المطبخ يحتاج إلى مهرة واقتصاديين بارعين حتى يستطيعوا أن نخرج من الأزمة اللي إحنا فيها بأقل خسائر ممكنة لذلك أعتقد أنه المطبخ خلال السنوات الماضية العشر سنوات الماضية جلالة سيدنا جلالة الملك بذل جهد كبير جداً ويبدو الجهد كبير جداً لكن أعتقد المطبخ كان يعني يحتاج إلى مهرة أكثر وطباخين شاطرين خلال المرحلة الماضية حتى نطلع من الأزمة اليوم في تحدي كبير أمام الاقتصاد الأردني هذا التحدي الارتفاع الكبير بأسعار الفائدة على الدولار هناك ضغط كبير سيد حسام على الدولار أن ينخفض قيمة الدولار ولذلك الفدرالي الأمريكي عنده تحدياً أن يرفع سعر الفائدة على الدولار حتى يتماسك الدولار ويقل التضخم في العالم هذا تماسك الدولار ورفع سعر الفائدة على الدولار يجبر البنك المركز الأردني أن يرفع سعر الفائدة على الدولار حتى يكون الدولار جاذبية إليه جاذبية أمام الدولار بحيث أنه أنت تضلك ماسك الدولار الأردني ليس تروح تبيع الدولار وتأخذ الدولار لأنه فعل سعر فائدة عالي وبالتالي سعر الفائدة على الدولار المرتفع يفقد السوق السهولة كيف؟ اليوم سعر الفائدة على الدولار يرتفع لتضعها في السوق أو تعمل فيه ومع التحديل على البنك لتأخذ سعر الفائدة على الوديعة جميعاً وإذا أنت تأخذ قرد من البنك، سعر الفائدة على الدينار عالي لا تأخذ القرد وبالتالي السوق فقط سيولتك كأسفة في السوق وتدخل مصاريك في البنك وبعد أن نسحب مصارينا لذلك في السوق بطلنا أن نقترض لأن كلفة الإقتراض عالية جداً وبالتالي السوق فقط السيولة وهذا نوع من أنواع الطباطئ الاقتصادي القاسي جدا أنا اليوم بحزب نماء لا أستطيع أن أوظف الناس نكون حقيقيين وصادقين لكننا نساهم في بناء برنامج وطني اقتصادي حتى نخفف من البطالة أما بالنسبة للأعضاء نساعد بجزء بسيط عشان هيك عملنا المنصات جميل وهذه فكرة جميلة كمان المنصات والوصول للشباب بطريقة إلكترونية وطريقة الإنترنت كمان مهمة جدا بدي من وجه أسئل كمان لدكتورة جمان إذا حدا حاب يحكي بموضوع المرأة بس قبل كل هذا الإشي بدنا نستقبل كمان شاب عضو وهو مساعد الأمين العام أيضا لشؤون الشبابية هنا سند مجلي فاصل أحبائنا ونعود لاستكمال حلقتنا من شباب وأحزاب يا مرحبا بكم من جديد أحبائنا ومشاهدين ومتابعين في شباب وأحزاب اليوم ضيف الحلقة حزب نماء يعني أسئلة من الشباب بدأت بالجزء الأول جميلة جدا وتمت الإجابة عليها من الحزب أحزاب وشباب وشباب وأحزاب أحزاب الرحب بأخونا سند مجلي انضم لنا وهو مساعد الأمين العام لأشؤون الشبابية في حزب نماء كيف حالك سند؟ يا أهلا فيكم الله يسلم لكياتكم العافية يعني بعرف أنه في مساحة كبيرة للشباب في حزب نماء رح نحكي فيها أكثر من خلالك ومن خلال أسئلة الشباب لأيلك بدأرجع للشباب ونستقبل أسئلة من الشباب والصبايا بدأ أخذ أول مشاركة من الشباب والمايكروفون قائم الحزبية زي ما بنعرف أنه فيه بالقانون من أول خمسة رح يكون شاب تحت الخمسة وثلاثين عام ما هي الأسس التي سوف يترشح إلها الشاب وهل سيدخل المال السياسي في هذا الأمر؟ شكرا بدأ أخذت صبي اللي على الزاوية لو سمحت أطمر قولها المايكروفون بشكل واضح كنا بنعرف أنه غلبة النساء في حزب نماء واضحة جدا إذ أنه كما ذكرت في أحد الصحف 51% من الحزب نساء فألم يكن الأجدر بنماء أن يرينا أمين عام امرأة في الحزب أن يكون سباق في هذا الموضوع أن يرينا أمين عام امرأة في الحزب وألم يكون هذا من وجهة نظرك خير برهان على واقعية طرحكم لبرامجكم أو دعمكم للمرأة هذا السؤال الأول متعلق بهذا الجانب أما السؤال الثاني بما أنه خطط برامج نماء تسير نحو بناء رؤية اقتصادية جديدة خطط تشغيل تبدأ من القرى تنطلق على أو تنطلق بتشغيل جزء من المجتمع يبدأ من القرى أو خلينا نحكي من الفئة الأصغر خلينا نحكي أنه هذا الإشي هو اللي إحنا بدنا إياه بالزبط نعم فهل تقدر أنك تعطيني دليل على بعدكم عن الشعبوية وإنكم ما بتحكونا الإشي اللي بدنا نسمعه وتفرجونا إشي ملموس أكتر على أرض الواقع قبل ما توصلوا للسلطة في حال وصلتوا شكرا شكرا لك رهف على سؤالة بلش من عندك دكتور رجمان تمام بالنسبة أنه لش ما فيه أمين عام امرأة بينما تعرفي احنا بلش المشروع بناء على لجنة ملكية دعا لها جلالة الملك لتأسيس هذه الأحزاب وكانت مخرجات اللجنة الملكية بعشرين واثنين وعشرين احنا انطلقنا كما تحدث الدكتور احنا عمرنا لا يتجاوز تقريبا الأربع شهور داخل هذا الهيكل السياسي داخل هذه الثورة السياسية اللي قاعدة تصير عندنا بالأردن هلأ مش بالضرورة أنه يكون الأمين العام امرأة المهم هذا الشخص هل هو متحسس لقضايا النساء أم غير متحسس لقضايا النساء عنا عطوفة الأمين العام من الناس اللي مستجيب جدا لأنه احنا عنا برنامج تنموي انه نحاول نساعد نساء الأردن للنهوض بواقعها الاقتصادي وسبقوا احنا تحدثنا بكثير من اللقاءات انه من ثلاثين سنة عنا نسبة المشاركة الاقتصادية ونشاط الاقتصادي للمرأة متدني فعطوفة الدكتور يتحدث دائما بكافة المحافل أن المرأة الأردنية هي نصف المجتمع لكنها ليست نصف الاقتصاد بما أنه في شخص بموقع صنع القرار داعم لهذا التوجه أنا ما بهمني أنه هل هو أمينة عام الحزب هل هو امرأة أم رجل المهم شخص يتبنى قضيتي وهذا ما لمسته في نماء أنا يعني بطبيعة شغلي اليوم يمتطلع على كثير من برامج الأحزاب وشايفة شو المشاكل اللي كانت تتعاني منها الأحزاب قبل التحديث السياسي يعني عشان ما نقزم من إنجازات الآخرين نجحت المرأة في كثير من الأحزاب لكن بمستوى دون الطموح بالوصول لمجلس النوع نجحوا حدا من يعني ساعدت الأستاذة عبلة أبو علبة الدكتورة رولة الحروب الدكتورة عسمر رواحنة وكثير سيدات تقديم أطهبوب نجحوا عن وسط إسلامي أو عن تكتلات أو اتلافات حزبية المرأة بالرغم من ضيق المساحة اللي كانت قادرة تشارك فيها لكنها شاركت بأدنى مستوى كان متاح لها المرأة الأردنية لا نستطيع أن نقول عنها غير متمكنة المرأة الأردنية متمكنة لكن الظروف التي كانت محيطة فيها غير ممكنة احنا بالنهاية مجتمع عشائري يصير عندنا كثير من التحديات وقت الانتخابات خاصة صندوق العشائر اللي نستثنى منها احنا كنسا بالحزب ما حدا رح يستثنيكي والحزب هو عمل طوعي لكن عمل طوعي أنا كامرأة عاملة وعندي أطفال قاعدة أعطي وقت للحزب هذا العمل الطوعي اللي انت تبرعتي فيه بدك تشتغلي بدك تقدمي للحزب لأن الحزب مش وجهة ولا هو عمل نعتبر رفاها هو التزام وطني طوعي مننا كأفراد أردنيين حتى ننهض بواقعنا احنا صار عندنا وصمة تجاه العمل الحزبي كنساء ورجال يعني حتى الرجال يخافوا من موضوع العمل الحزبي توقفت الحياة الديمقراطية عندنا بال57 لظروف سياسية ما بذلك الوقت عاد عودة الحياة الديمقراطية 89 صار عندنا المثاق الوطني بال91 صدر عندنا قانون الأحزاب لسنة تقريبا 92 يعني أنا من الناس دخلت الجامعة كان القانون عمره ست سنوات يعني كان من التابهات أني أنا أروح أنتسب لأي حزب أو أحكي مع أي أدا حزبي بالرغم من أنه إحنا كلا شباب كان عنا طموح أنه نكون شباب حزبيين لأنه رح يسقل شخصيات لنتعلم والحلو بالموضوع شباب صبايا أنه أنتوا بلشتوا معنا يعني إحنا أعمارنا بالأربعينات تخيلوا كمان 25 سنة إحنا قدرتنا نحتفل باليوبيل الفضي لإنجازاتنا أنتوا بلشتوا معنا معاكم فترة تحتفلوا باليوبيل الذهبي لإنجازاتكم أنتم قاعدين تتعلموا يعني قاعدين تأسسوا معنا ورح تضبطوا ديكور هذه المشاركة السياسية بأيديكم لأنه أنتوا كتسبتوا الخبرة اللي إحنا نحرمنا منها بذلك الوقت جميل جدا دكتورة جماني أجبتي عن أسئلة كمان كانت خاطرة في بال مجموعة من الشباب قبل ما تجاوب ساعتك عن مجموعة الأسئلة كمان اللي إجتك بدي أروح بس لسند سند كيف شايف إقبال الشباب أنت مساعد الأمين عام للشؤون الشبابي كيف شايف إقبال الشباب على حزب نماء كيف شايف المساحة التي فردت إلى الشباب في هذا الحزب شو شغولكم شو الأشياء بتعملوها كيف ممكن تقول للشباب بالستوديو هون والشباب اللي بتابعونا على التلفزيون الأردني أنه حزب نماء بقدم لي تجربة سياسية حزبية مميزة بإمكاني أشارك من خلالها في العمل السياسي والحزبي الأردني طبعا بداية نحب أشكرك وعلى المساحة التي أعطتونا إياها لحتى نتحدث مع الشباب إجابة على سؤالك وقبل أن أدخل على هذه الجزئية اليوم الشباب في الأردني يشكلوا بما نسبته 60% ولكن لا نرى بأن هذه النسبة تنعكس على القرار السياسي والاقتصادي للدولي اليوم على سبيل المثال المجلس النواب الأردني في شابين تحت 35 عام وما في بالوزالات أي شاب تحت 35 عام إجابة على سؤالك شو المساحة التي أعطانا إياها الحزب اليوم الحزب فيه ثلاث مجالس رئيسية اللي هو مجلس الوطني والمجلس المركزي ومجلس الأمان العامي اليوم نسبة الشباب بالحزب لدينا 48% أكثر من 2000 شاب وشابة تحت 35 عام هدول الشباب حاولنا نعمل توازن بين نسبة الشباب الموجودة ونسبة تمثيلهم بداخل المجالس على سبيل المثال المجلس الوطني فيه أكثر من 100 شاب وشاب المجلس المركزي فيه أكثر من 60 شاب وشاب المكتب السياسي لحزب نماء فيه 6 شباب تحت 35 عام وفيه أحد الشباب عمرهم 19 عام هي طالبة علم سياسي هاي المساحة اللي احنا أعطيناها بحزب نماء للشباب مش متواجدة بكثير من الأحزاب دائماً لهم الكبار بالعمر بيتفردوا بالقرارات وما بيعطوا مساحة للشباب ولكن اليوم حزب نماء أعطى مساحة كبيرة للشباب وأعطانا مساحة لفرز برامج احنا خلال الشهرين السابقات بدأنا بالعمل على فرز برنامج رح يكون من ضمن البرنامج رح قد بحزب نماء خلال الفترة القادمة رح يتم إعلان عن مؤتمر وطني رح يطلع فيه مخرجات وتوصيات وتعقيبات على الاستراتيجية الوطنية للشباب وغيره نحن اليوم ننطلق لكل الندوات والمقابلات التلفزيونية من خلال هذا الحزب اليوم واجبنا نستقطب الشباب اللي عنده بداية دراك سياسة أو بداية وعي ونعمل على تنميته بداخل حزب وتدريبه لحتى يعرف شوين المسار السليم ولوين يتجه بنفس الوقت بنصح كل شباب بأنه قبل ما يدخل الأحزاب يتطلعوا على برامجهم إذا هذا البرنامج هو برنامج حقيقي يمكن تطبيقه أو لا هذه الشغلة برضو مني جميل جدا دكتور بدي إياك تعقب على الأسئلة وبدي إياك تعقب على موضوع الإقبال بس بدي أخذ كمان مشاركات عشان نقدر نأخذ أكبر يعني شريحة مشاركات شب اللي على الزاوية نريد تعطوه المايكروفون سؤالي موجه إلى عطوفة الأمين العام السيد محمد الرواشد اليوم إحنا سمعنا منك أن الحزب نماء هو حزب برامجي وبرنامجه هو اقتصادي سؤالي سمعنا بالفترة الأخيرة وشفنا أنه في رؤية أطلقها جلالة الملك هي رؤية التحديث الاقتصادي وسمعنا منك اليوم أنه برنامج حزب نماء هو برنامج اقتصادي سؤالي كيف سيتم الترويس ما بين برنامج حزب نماء ورؤية التحديث الاقتصادي السؤال الآخر هو هل جهز حزبنا ما الشباب الغير حزبيين للعملية السياسية لأن العملية السياسية زي ما نسمع هي ليست فقط التحزب ونحن نريد 11 مليون حزبي ولكن هل تم تجهيز الشباب الغير حزبيين أنهم كيف يختاروا وكيف ينتخبوا شكرا لك شكرا لأجابتك تأخذ البنتي على الزاوية السؤال هو ما النسبة المتوقعة التي سيلتمسها المواطن الأردني والشباب خاصة بهذا البرنامج الذي سيقدم في عام 2024 بالإضافة إلى ذلك هل يملك هذا البرنامج خطط لجذب الشباب اللاحزبيين واللاسياسيين خصوصا بالإضافة كيف سيحققه هذا البرنامج بالإضافة من أين وأي جهات التي سيتعامل معها هذا البرنامج وهذا الحزب جميل جدا يعني فيه دمج ما بين السؤالين بتوقع الآن ساعتك معك الإجابة على مجموعة كبيرة من الأسئلة نتطلع الشباب على تجربة أول إشي بدي أعقب على موضوع الأمين العام يتم انتخاب الأمين العام من الهيئة العامة للحزب كل امرأة أو كل شخص يستطيع أن يرشح نفسه اليوم أنا أمين عام هذا الحزب المرة القادمة قد تكون سيدة ترشح حالها وتنجح فهذا حق للجميع وكله بالانتخاب الهيئة العامة هي التي تنتخب نفس الإشي كل معظم المناصب والمواقع التي يتم تعينها تتم بالانتخاب وتتم بموافقة المجلس المركزي فهي آلية في التصويت وآلية في الانتخاب كل واحد يقدر يرشح حاله لهذه الآلية فيما يتعلق بالبرنامج الاقتصادي بحب أحكي شيء كثير مهم وقبل أن أنتقل على البرنامج الاقتصادي بدي أحكي على القائمة الانتخابية اليوم الحزب معني جدا أن يقوم باختيار الأكفأ حتى يستطيع أن يصل إلى قبة البرلمات صحيح ولذلك تكون هناك معايير دقيقة ومهمة جدا يستطيع أي عضو في الحزب أن يرشح نفسه هناك شروط وهناك معايير وحق الحزب أن يتأكد من شعبية الشخص المرشح ليس أي واحد يقدر يقول أنا أريد أن نزل عن الانتخابات أريد أن نتأكد من شعبيته مؤهلاته قدرته على تنفيذ البرنامج قدرته على إيصال الرسائل نعم وأيضا بالنسبة للمال السياسي إحنا ما فيه للمال سياسي ولا قدرته على يغطي تكاليفه في الحملة تبعته اللي بدي يقوم فيها وهذا أقل شيء ومش ضروري يكون كلفة عالية جدا قد تكون كلفة بسيطة هذا اللي بنحكي فيه بالنسبة للبرنامج الاقتصادي ورؤية التحديث وإلى غير ذلك هناك رؤية لجلالة الملك في الاقتصاد وهذه الرؤية انطلقت من التسعة وتسعين وفي مرحلة من المراحل حققنا معدلات نمو واقتصادية مرتفعة وعالية جداً وفي العشر سنوات الماضية الظروف الإقليمية والظروف الصعبة ساهمت أن الاقتصاد يتراجع بشكل كبير نحتاج إلى مطبخ اقتصادي ماهر جداً حتى يستطيع أن يتعامل مع المتغيرات الموجودة بشكل كامل التنمية جزء مهم نحن نملك بعد ورؤية في التنمية المحلية ومحلية التنمية بشكل عميق جداً وحقنا أن نقدم برنامج كحزب وتستطيع الأحزاب الأخرى أن تقدم برنامج اقتصادي والدولة الأردنية تستمع لكل تلك البرامج إذا وصلنا قم بقبة البرلمان نقدم برنامجنا تحت القبة ومن مصلحة الدولة الأردنية أن ترى أكثر من برنامج أمامها فهذا من المصلحة الوطنية للدولة الأردنية أن ترى أكثر من برنامج جميل جداً لأنتقل للشباب والصبايا هون أول شيء بدي أسألكم بما أن برنامجكم اقتصادي ويعنى بالشباب شو رأي حزبكم في التعليم المجاني ومجانية التعليم الأردنيين خصوصاً التعليم الجامعي هاي أول نقطة ثاني نقطة إحنا عارفين أنه هلأ بهذا الزمان عالمياً وبالنظام العالمي أنه فيه وظائف رح تنقرض وفيه تخصصات رح تنقرض أنتوا كيف رح تواكبوا التغيرات العالمية وكطالب تهندسه فيه هلأ استحداث كثير استحدثوا التخصصات التقنية والتكنولوجية شو رح تعملوا حتى تواكبوا هاي التخصصات جميل شكراً إليك زميتك اللي براكي مبدعياً بدي أحكي عن موضوع المشاريع الصغيرة وكيفية تنميتها ما هي الحلول المقترحة بشأن هذا الموضوع وخصوصاً شفنا بعد كورونا غالبية المشاريع الصغيرة انتهت فكيف نرجع ننمي المشاريع الصغيرة ونستثمرها ورأيكم أو مش رأيكم حلكم لرفع الرواتب في المملكة الأردنية جميل والله أنا بدي أشكر الجامعة الحاشمية على هاي الأسئلة الحلوة دكتور شو رأيك في الأسئلة والله الشباب على وعي كبير والله بصوت كثير صراحة والجامعة الحاشمية من الجامعات اللي احنا منعتز فيها ومنفتخر فيها وطلابها ما شاء الله ما شاء الله عليهم يعني بعتز فيهم شو رأي حزبنا من مجانية التعليم سيدي التعليم والصحة حق لكل مواطن أردني وبالتالي مش بس مجانية التعليم ومجانية الصحة لذلك اللي أنت بتحكي فيه يعني هذا بالنسبة أنه يعني مش بس حزبنا ما وأكيد فيه أحزاب أردنية أخرى بتنادي فيه نفس الإشي التعليم حق لكل مواطن أردني وحقه أن يتعلم بأقل تكاليف ممكنة لأنه هاي مشكلة اليوم بتواجه كل مواطن أردني المشكلة إمكانيات الدولة محدودة عشان كون واضحين وإمكانيات الموازنة محدودة والحكومة اليوم قاعدة بتقاتل حتى تخفض العجز اليوم الحكومة ستقدم موازنة عامة لمجلس أنه بتحاول أنه يكون العجز بأقل حدود ممكنة لكن المواطن كمان له حق في التعليم وحق في الصحة وحق أن يكون فيه وسائل نقل حديثة ووسائل نقل جيدة ويكون فيه بنية تحتية جيدة في السبعينات والثمانينيات سيدتي كان الأردن مميز جدا في موضوع التعليم والصحة وكانت حوالات العاملين من دول الخليج العربي كانت عالية جدا في الاقتصاد الأردني وبنينا الدولة الأردنية بنينا الجامعات والمستشفيات والبوتاس والفوسفات والإسمنت والمطارات بتلك المرحلة وكانت فورة اقتصادية جيدة جدا وساعدت الدولة الأردنية اليوم التعليم نوعيتهم نعترف انخفضت بشكل كبير وانخفض اليوم استقبالك للخدمة الصحية انخفض لأنه الانفاق الحكومي ما كانش يتناسب مع التنافس في المنطقة عندنا اسكلز وعندنا مهارات في الموارد البشرية عندنا أطباء ممتازين وعندنا دكاتر جامعات مميزين جدا لكن لسه إمكانياتنا محدودة جدا دكتور بالنسبة للمشاريع الصغيرة بنعرف مشاريع الصغيرة تدعم الاقتصادية أستاذ حسام محلية التنمية اللي أنا تحدثت فيها سيدتي لما بنطلع على المركز كل أربع قرى مع بعض نبحث شو نحن عملنا بايلوت بروجيكت زي مشروع استقصائي أو عيني على أربع قرى لقينا الأربع قرى محتاجين مزرعة أبقار ومصنع ألبان ومصنع صابون ومشغل خياطة هذولا مشاريع متوسطة نسميهم وليس صغيرة لكن هذا مصنع الصابون ومصنع الألبان ومزرعة الأبقار كيف سيشغل الناس بهذول الأربع قرى؟ سيشغل عدد كبير نعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي منقذة للنمو الاقتصادي ويتشغل للناس وتخلق وظائف لكن هاي مربوطة بنوافذ التمويل أنت ما بتقدر تعملي مشروع صغير اللي يكون فيه نافذة للتمويل إذا كانت الدولة تعطي ضمانات وتعطي تسهيلات وتعطي فوائد منخفضة جدا تساعد تساهم فيها البنوك أنه نعطي مشاريع صغيرة بتمويل بسيط آه والله بتمشي الأمور ممتازة لكن إذا كانت كلفة التمويل عالية كما هي اليوم مش راح تقدر أنت تعمل مشروع الصغير لذلك المشاريع الصغيرة مربوطة بشكل كبير بموضوع التمويل عشان هي كم نحكي للدولة المشاريع الصغيرة مهمة داخل الاقتصاد وهي تحيي النمو الاقتصادي وترفع من معدلات النمو الاقتصادي جميل جدا يعني وقت البرنامج شارف على انتهاء بدي أخذ من أخونا سند كلمة للشباب المعنى بيستوديو بتابعونا على التلفزيون أنا بنصح كل شاب وشاب عند دخوله للحزب يكون متطلع على طريقة هيكلية الحزب ووجود الشباب بمجالسه بنفس الوقت يتطلع على برنامجه يكون برنامجه مقنع وبرنامجه قابل للتنفيذ فيه كثير أحزاب تطلق شعارات ولكن ما فيه أحزاب قاعد تطلق قطط تنفيذية ممكن نحن نطبقها فهذا هو الجانب الأهم نعم دكتورة جمان يعطيك العافية الشباب الصبايا النقطة اللي أحب أن أوهلها أنه مستقبل العمل البرلماني للسنوات القادمة هو مرهون بمشاركتكم الحزبية طبعا الشباب عندهم فرصة بالقوائم الحزبية أنه تكونوا من أول خمس أسماع وبالتالي هذا يخليكم تتوجهوا الأحزاب قوية ممكن يفوز منها خمسة أو سبع أشخاص بالنسبة للصبايا كمان الجميل بالموضوع أنه أنتم عندكم أكثر من فرصة لتخوضوا العملية الانتخابية في حال حدا فيكم بلاغ عمر 25 سنة الشمسية هنا كنساء ثلاث مسارات للترشح ترشح عن طريق الكوتا وهذا يطلب مننا كنساء ندرس الخارطة الانتخابية وثوزيع وين الداعمين سواء بقوائم محلية أو بكوتا أو حتى بقوائم حزبية فإحنا لدينا ثلاث فرص في تعديل دستوري استهدف النساء استهدف الرجال المرحلة هذه استهدف النساء واستهدف الشباب فالدولة تكفل تمكين الشباب وتكفل تمكين النساء وهذا مهم جدا الانتخابات القادمة إنها 41 مقعد الانتخابات اللي بعدها 50 مقعد للأحزاب واللي بعدها 65 مقعد بالأحزاب بالتالي الفرضية تقول كل ما أنت توجهت نحو العمل الحزبي زادت فرصتك لأن تكون أحد أعضاء المجلس النواب حتى مش بس النواب ممكن تشارك بالإدارة المحلية تبني لك قاعدة محلية فضروري جدا كشباب وكشابات أن تتوجهوا نحو العمل الحزبي ليس مطلوب منك أردنيين 11 مليون أن نكون حزبيين لكن على الأقل داعمين لبرامج محددة وقوة الأحزاب دائما لا تقاس بعدد منتسبيها إنما بعدد المؤيدين لبرامجها وإن شاء الله كل التوفيق لكم ونشوفكم بأعلى المراتب والرتب سواء بأحزاب الأحزاب كل التوفيق لكم والله يا دكتور الله يسلم يعني سعادتك أنهي معك أنا فيه سؤال والله كان بدي أنهي معك فيه وانت أنهي باللي بدك يا معنا دقيقتين سعادتك دكتور موضوع أقبال الشباب شايفوا كثير الآن خصوصا بحزب رماء وننهي معك دكتور تمام أول إشي بشكرك اليوم نطرح سلعة داخل السوق في ستة مليون مستهلك البشتري هاي السلعة خمسين ألف واحد فمنعتبر هاي السلعة فاشلة مع كل الاحترام لكن إذا بدنا هاي السلعة تضلها بالسوق بدنا نفكر بواحد بين اثنين بدنا ندعم السلعة بشكل مباشر نغير فيها حتى نلاقي لها رواج أو ندعم المستهلك نعطيه حوافز حتى يشتريها للأسف اليوم الأحزاب اليوم ستة مليون شخص بقدر يدخل بالأحزاب بالأردن الأحزاب اللي دخلوا فيها لليوم حوالي ستين ألف هذا رقم قليل جدا رؤية جلالة الملك عميقة وواضحة ومهمة في دعم الأحزاب انبثق منها قانونين قانون للأحزاب وقانون للانتخاب التطبيق على أرض الواقع لسا تضعيف لذلك نبذل جهد كلنا حتى نقنع الشباب أنا بدي أنصح نصيحة يعني اعتبروني أخ كبير لكم وأنت أخواني الصغار رأيي الشخصي أنت اليوم طالب جامعي عندك اليوم بدك تحصل على شهادة حتى تدخل سوق العمل تريد أن تتسلح بأكبر قدر ممكن من المهارات اعتبر العمل الحزبي مهارة لا يكلفك الوقت الكثير مش ضروري تدخل في نماء ولا تدخل أنت اليوم أمامك 30 حزب اختار الحزب اللي بناسبك واختار الحزب اللي بتشعر أنه مكانك ومستقبلك إلى الأمام اليوم الملك رسم خطة واضحة للطريق في العمل الحزبي وهذه الخطة مهمة القانون جذر الوظائف لهذه المهمة في 41 مقعد حزبي هذه المرة القادمة في 65 مقعد إذن المستقبل الحزبي والرؤية الحزبية واضحة أمامك ما بصير تقول أنا والله ما بدا أدخلي بحزب أنا هذا رأيي الشخصي أنت اليوم طالب جامعي عندك هدف الهدف هو الشهادة بعدين بصير الهدف سوق العمل يجب أن تتسلح بمهارات أكثر حتى تدخل سوق العمل أنا برأيي العقل والفكر والمهارات والكوميونيكيشن التواصل والتفاعل مع المجتمع هذه مهارة مهمة جدا خلال المرحلة القادمة أطلب منك أن تتسلح بها حتى تستطيع أن تدخل سوق العمل بمهارة أكبر جميل جدا شكرا سعادتك دكتور محمد رواشدي شكرا دكتورة جمان شكرا أخونا سند أشكر شكري كبير والله الجامعة الهاشمية وأعتدر من اللي ما قدرنا يعني ناخذ مشاركاتهم بس فعليا بالمشاركات اللي شاركتوها أبدعتم جامعة الهاشمية شكرا لكم جامعة جرش شكرا لكل أحبانا ومشاهدينا عبر شاشة التلفزيون الأردني وشكرا أيضا لفريق العمل المبدع في برنامج شباب وحزاب نلقاكم في أمان الله شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم اشتركوا في القناة